السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في سلسلة دروس العربية لغتي للصف الثاني درسنا اليوم من دروس القراءة الجميلة بعنوان بيت من حجارة انظروا أعزائي التلاميذ إلى هذه الصورة ماذا تشاهدون؟ صف هذا الحيوان واذكر اسمه ما هو العمل الذي يقومون به؟ ما اسم هذا المكان الذي في الصورة؟ فكروا معي أحسنتم هذه الحيوانات اسمها القنافذ وأجسامها مغطاة بالأشواك وهي لا تؤذي إلا من يؤذيها إنهم يتعاونون في بناء بيت لهم والمكان في هذه الصورة هو الغابة سنبدأ الآن بالمقطع الأول تابعوا معي في الكتب بيت من حجارة ظلت القنافذ الثلاثة بعد موت أبيها وأمها تسكن في جحرها القديم المحفور في جوف الأرض وذات ليلة قال القنفذ الكبير لأخويه لماذا لا نغير بيتنا القديم ونخرج فوق الأرض لنبني بيتا جديدا قال القنفذ الأوسط فكرة جيدة ولكنها تحتاج إلى جهد كبير قال قنفذ الصغير لا لا أريد إن نخرج تهجم محوش الغابة علينا لاحظوا معي أعزائي الصغار أنه مر معنا كلمة جحر في جحرها والجحر هو المكان الذي يسكن فيه القنافذ ومر أيضا كلمة جوف الأرض جوف الأرض أي معناها داخل الأرض نكمل معا المقطع الثاني قال القنفذ الأوسط اسمع يا قنفذ نحن ثلاثة وسنبني بيتنا من حجارة لا يستطيع أي وحش أن يهدمه قال قنفذ الصغير بيت من حجارة الآن فهمت فكرة رائعة ورأي صائب وهل ستدخل الشمس إلى بيتنا الجديد قال القنفذ الكبير نعم وسترى كل من حولك من النافذة مر معنا في هذا المقطع كلمة جديدة وهي صائب رأي صائب معنى صائب أي أنه صحيح رأي صحيح والآن وصلنا إلى المقطع الثالث والرابع تابعوا معي وفي صباح اليوم التالي راحت القنافذ الثلاثة تتقاسم العمل فيما بينها فالقنفذ الكبير يجمع الحجارة والقنفذ الأوسط يجبل الطين أما قنفذ الصغير فكان يلهث من التعب لأنه حمل حجرا واحدا صغيرا على ظهره وما هي إلا مدة قصيرة حتى بنت القنافذ بيتا من حجر يروق الناظرين غمرت الفرحة قلوب الإخوة فانطلقوا يدورون حوله ويرقصون وينشدون بيت بالحب بنيناه وبضوء الشمس ملأناه يا بيتا يرعى وحدتنا دوما في القلب سنرعاه لاحظوا معي أنه مر معنا كلمة يجبل يجبل الطينة ما معنى كلمة يجبل؟ يجبل أي أنه يخلط مواد البناء مع بعضها ومر أيضا أن هذا القنفذ الصغير كان يلهث من التعب يلهث أي أنه يتنفس بسرعة من شدة التعب والإرهاق لأنه صغير ولا يستطيع تحمل الأعمال الشاقة ومر أيضا يروق الناظرين أن هذا البيت الذي بنوه يروق الناظرين أي أنه يعجب كل من نظر إليه وبعد الانتهاء من القراءة سنتقل الآن إلى التدريبات السؤال الأول أصل كلا مما يأتي بالمعنى المماثل أي المرادف الطرف الأول جوف الأرض يروق لي الناظرين والطرف الآخر يعجبني المشاهدين المشاهدين داخل الأرض أحضروا قلم الرصاص وتابعوا معي نبدأ بالكلمة الأولى جوف الأرض ما معناها؟ هل نصلها بيعجبني أم المشاهدين أم داخل الأرض؟ أحسنتم نصلها مع داخل الأرض الثانية يروق لي هل نصلها مع يعجبني أم المشاهدين؟ أحسنتم جميعا نصلها مع يعجبني الكلمة الثالثة والأخيرة الناظرين وبقي عندنا في الطرف الآخر المشاهدين إذن نصلها مع المشاهدين سنحل معا أيضا هذا التدريب أولا السؤال الأول أين ستبني القنافذ بيتها الجديد؟ فكروا معي ماذا ورد معنا في النص؟ أحسنتم ستبني القنافذ هذا البيت الجديد فوق الأرض لأن بيتها القديم هو في جحر داخل الأرض الثاني لماذا كان قنفوذ يلهث؟ قنفوذ صغير لماذا كان يلهث؟ أحسنتم كان يلهث لأنه يحمل حجرا واحدا صغيرا على ظهره فهو صغير ولا يتحمل هذا العمل الصعب ثالثا أنسبوا كل عمل إلى صاحبه من قوى بهذا العمل؟ طرح فكرة بناء بيت جديد من الذي طرح هذه الفكرة؟ أحسنتم القنفوذ الكبير هو الذي طرح فكرة بناء هذا البيت جبل الطين وبناء البيت من الذي جبل الطين؟ نعم القنفوذ الأوسط هو الذي جبل الطين أخيرا حمل الحجارة من الذي كان يحمل الحجارة؟ نعم أحسنتم القنفوذ الكبير السؤال الرابع كيف بدى بيت القنافذ الثلاثة الجديد؟ كيف بدى؟ نعم أحسنتم جميعا بدى بشكل جميل جدا ويروق الناظرين أي أنه يعجب كل من شاهده من الحيوانات الأخرى وصلنا معا إلى السؤال الأخير واحد أميز الحقيقة من الخيال فيما يأتي أولا القنافذ انطلقت ترقص وتنشد ثانيا أعضاء الفرقة الغنائية انطلقوا يرقصون وينشدون أيهما حقيقة وأيهما خيال أحسنتم في الحالة الأولى هي خيال أي أن القنافذ أو أي حيوان لا يستطيع أن يرقص أو ينشد فهذه القصة هي من وحي الخيال أما الثانية فهي حقيقة فالبشر يستطيعون أن يقوموا بهذا العمل السؤال الثاني أصل الحادثة بالزمان أو المكان الدال عليها؟ القنافذ ترقص وتنشد القنافذ تتقاسم العمل الطرف الآخر صباح اليوم التالي حول البيت القنافذ ترقص وتنشد هل نصلها مع صباح اليوم التالي أم حول البيت؟ أحسنتم نصلها مع حول البيت القنافذ تتقاسم العمل أحسنتم جميعا نصلها مع صباح اليوم التالي أي أنه القنافذ ترقص وتنشد نصلها مع المكان القنافذ تتقاسم العمل نصلها مع الزمان أحسنتم أعزائي التلاميذ وفي نهاية هذا الدرس الجميل وهذه القصة الرائعة أود أن أذكركم بأنه يجب علينا أن نتعاون مع إخوتنا أو أصدقائنا في تنفيذ الأفكار المفيدة والصحيحة حتى نستفيد جميعا وشكرا لكم على هذه المتابعة وإلى اللقاء في درس آخر